انقذها بالضرورة راجل انقذها وسعادتها مرتبطة براجل مرتبطة بي والسعادة هي جواز وان الجواز سعادة أبدية وان هي هدف قسم من أزمة مرات الأب برضو تصوير دايماً مرات الأب على أنها الأشكيف المخيف دايماً بالضرورة وبتعذب فيها وبتخليها تقوم تعمل كل شغل للبيت اللي هينقذها بقى هو الجواز واللي هينقذها بقى هو الراجل وهذه رؤية البعض دلوقتي وكتير من علماء النفس وكتير من علماء التربية أنه نعدة من القصص أو نعدة من الحكاوي اللي تربين عليها واللي فيها البنت بتجري وتهرب وتروح والأمير يجيبها صار لا بيشكل أزمة باعتبار أن القصص دي بتشكل وجدانة يعني زي بها هي دي قالت كده وكتير لو سألته هيقولك علي بابا والاربعين حرام يا غيرها من الحكاوي في وجدانة مستقرة بتفكرني بصوت أبوية أو بتفكرني ببتها القديم السندباد السندباد طبعا على الدين كل ده من القصص لكن بعد شاف دلوقتي أنه لا في قصص خاصة بالبنات وبحكاية البنت فيها تأثيرات سلبية على حياة البنت جدا جدا وأنا أضم صوتي لصوتك بشكل قوي جدا لأنه ما ينفعش أن أنا أربي بنت وأخلي يترسخ في وجدانها منو هي طفلة صغيرة أن السعادة دايما مرتبطة براجل ودي مش حاجة غلط على فكرة ما الراجل سعادته مرتبطة بستة سعيدة برضو لكن ما يبقاش هو ده محور حياتنا وأنه الراجل هو اللي بينقذها من كل المقاسي وأنها مقهورة في الحياة والراجل الوحيد هو اللي بينصفها مش وحش على فكرة لكن ما يبقاش ده مربط الفرس ومحور حياتنا وأنها مش حتلاقي السعادة غير مع الزجلة وأنه دايما المنقذ هو الراجل طيب المنقذ ممكن يبقى أمه ممكن يبقى أخ يعني الحبيب أصلي ممكن يبقى صديقة ممكن يبقى يعني كل حاجة بتطيق سنو وايت نفس القصة السحيرة الشرية لديتها التفاحة اللي كانت عايزة تموتها فماتت فنامت فمش هيحيها غير الحبيب سندريلا مرات الأب اللي كانت بتقارها ومش عارفة بتزلها وما أنقذهاش غير الأمير اللي اتجوزها وليه لازم دايما اللي بيتجوزها يكون شخص زوه سلطة وعلى حصة ما يفعلش يبقى رجل غلبان ما يفعلش يبقى إنسان بسيط ليه دايما أنه هو فكرة العظمة بتاعة الباور والسلطة والفلوس برضو بشكل أو بأخ مش عاجبني أنا السكة دي خالص تعرف أنتوا عارفين أنه في بعض النجمات في هوليود بقى عندهم زي مبادرة أو حملة أو خدوا سكة كده وأعلنوا عنها أنهم منعين بناتهم من أنهم يقروا أو يتفرجوا على كرتون أو يعرفوا القصص اللي فيها النموذج ده للبنت أو النموذج ده للست النموذج اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الحل دايما في إيد الراجل والمشكلة دايما حلها أنه تخلص من المعاناة دي زي بالجواز يعني هم أعلنوا عن رأيهم بوضوح وقالك أنه النموذج ده مش المفترض يكون هو ده النموذج المقدم لبناتنا طبعا لكن أنت دايما الخلاص أو مش عايزة أقول خلاص لكن الحل أو المستقبل في إيدك أنت في اختياراتك أنت في أن أنت ذات أنت في ذاتك نموذج مش اعتمديتك على الشخص الآخر بعدين بقى فيه حاجة كارثة تانية برضو يا شيري أنه الأفلام الكرتونية دي كلك بتقدم البنت على أنها الجميلة اللي وسطها قد كده والشعرها قد كده دهبي كده دهبي أو قسود ناعم قوي والعيون الواسعة والزرقة والبيض فلو حرام البنات الصغيرين البنت المدملكة شوية أو اللي شعرها يعني كيرلي قوي أو السمرة اللي عندها مش ملوونة لما تشوف أن دي الأميرة المحبوبة اللي كل ناس بتبصي لها بإمبهار تحس هي بالدنيا الفضيعة صحيح أن هي ما فيهاش السمات الشخصية سأعتقد أن ديزني ابتدت تدرك ده دلوقتي مؤخرا لأنه فيه للي عندهم ولاد صغيرين في البيت بذات بنات وحيي أنه ما بقتش بنات بس يعني حتى السبيان صغيرين وابني مثلا بيتفرج على الفيلم حتى لو البطلة بنت هتلاقوا الملامح تغيرت يعني تلاقوا معنى مثلا مختلفة تماما مختلفة لون بشرة مختلفة تقسيمة جسم موش الوزت كده والشعر الدهبي لا خالص تلاقوا فيه الشعر المجعد في واحدة تانية من الشخصيات اللي شعرها كيرلي قوي كده ميريام فارس في نفسها وأحمر وبنت وايلد أو بنت ما هياش الرئي اللابسة الفوزت لا يعني كلها حيوية ونشاط وعندها موقف وبددفع عن بلدها وبددفع عن أبوها وأمها فيه أداء فيه حاجة فيها انه لا ما فيش يعني على رأي سعاد حسني البنت زي الولد ما هيش كملة عدد